بعد 31 سنة من غرق العبارة سالم إكسبريست اللي غرقت في البحر الأحمر ورحضة حيطها 476 راكب كانوا جايين من ميناء جدة في السعودية لميناء سفاجة في مصر اتحولت لمزار سياحي ومكان للغوط بس اكتشفوا أصوات غريبة بتصدر من المكان والموضوع كان مرعب ومش مفهوم تعالوا أقولكوا التفاصيل تابعونا للنهاية العبارة سالم إكسبريست غرقت في البحر الأحمر في 15 ديسمبر سنة 1991 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورحضة حيطها 476 راكب أثناء عودتها من ميناء جدة في السعودية لميناء سفاجة البحرية وجنحت السفينة نتيجة استضمها بالشعاب المرجانية الموجودة على بعد 16 كيلو متر من الميناء وبالرجوع لتاريخ العبارة فهنلاقيها اشتغلت قبل غرقها بـ 25 سنة واتنقلت ملكيتها بين عدة شركات وأنشأها فريد اسكامروني العضو في المقاومة الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية وصنع السفينة سنة 1963 وبدأ تشغيلها بعدها بسنة والحقيقة إن السفينة كانت نزير شؤم من يومها وبدأت سنة 1966 لما شاب حريق في غرفة المحرك الرئيسية وأبحرت في نفس الشهر بعد عمليات الإصلاح بس في نفس الرحلة استضمت برصيف في مدينة أجاكسيو الفرنسية وفي سنة 1970 شاب حريق تاني في السفينة وفي سنة 1980 استضمت بقاع البحر أثناء إبحرها ودخلت السفينة الخدمة في مصر سنة 1988 وأطلق عليها اسم سالم إكسيبريس وكان مصرها المقرر بين السويس وجد طب إيه اللي خل السفينة تتصدر الترند بعد غرقها بـ 31 سنة؟ انتشر فيديو على السوشيال ميديا لغطاس أكد إن فيه أصوات مرعبة بتصدر من السفينة الغرقة وده بالتزامن على الذكرى الـ 31 على غرقها وفسر الخبير البحري حسن الطيب مؤسس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة سبب الصوت اللي ادعى الغواص سماعه إنه ممكن يكون بسبب التغيرات اللي بتحصل على حطام السفينة نتيجة ضغط المية وفقعات الأكسجين اللي بتخرج من استوانات الأكسجين اللي بيستخدمها الغواصين في الغوز وبالرجوع لآخر رحلة للسفينة فهنلاقيها أبحارت من جدل سفاجة في رحلة كانت مفروض تستغرق 36 ساعة وكان على متنها 350 راكب من العمال اللي أجورهم ضعيفة ومتوسطة وكانوا عاوزين يقضوا أجازة في بيوتهم كمان كان على متنها 150 حاج عائدين من مكة وفي تمام الساعة 11 صباحا جنحت السفينة على شعب مرجنية على بعد 10 أميال من الشاطئ وده تسبب في صقب العبار وبدأت المية تتسرب لداخلها وقال التقارير إن القبطان قرر ياخد طريق مختصر بسبب سوء أحوال الطقس والطريق اللي أخده مش مصرح بالمرور منه في الليل وده السبب الرئيسي لاستضام السفينة بالشعب المرجنية وغرقها والغريب إن قبطان السفينة حسن مورو كان معروف عنه إنه بياخد طرق مختصرة بين وقت للتاني وإنه في يوم الحادث كان مستعجل وعاوز يوصل سفاجة بالليل علشان يبحر للسويس الصبح وبسبب سرعته السفينة اصطدمت بالشعب المرجنية بالليل واتمالت بالمية خلال دقايق وغرقت بالكامل وحصل حالة زعر كبيرة بين الركاب وما كانش فيه وقت للمساعدة أو الوصول لقوارب النجاة كمان ما قدرش رجال الإنقاذ إنهم يقوموا بدورهم بسبب الرياح الشديدة وعلشان كده استعانوا بالطائرات الهيلوكوبتر وإنقاذ قوات البحرية المصرية وفي اليوم الثاني أنقاذه 150 شخص من أصل 180 شخص ناجي من غرق العبارة وفي اليوم الثالث قدر الغواصين ينتشل جثث 50 شخص من تجمع عائلات الضحايا في الميناء وعصرت السلطات المصرية على جثث الكبطان حسن مورو مع اثنين من أفراد الطاقم بتاعه ولما فشلت القوات في انتشال جثث باقي الضحايا قررت تحمي الموقع باعتباره مكبرة جماعية وبعد كده تم التحقيق مع سبع أشخاص من الناجين وبمرور السنين اتحول المكان لمزار سياحي وبتم فيه عشرات الرحلات اليومية لمشاهدة حطام العبارة وكمان الغواصين بيقدروا يتجولوا بين الكبائن وبيشوفوا المتعلقات اللي غرقت كمان بيقدر الغواصين من الزوار يشوفوا الحقائب والسيارات وأجهزة الكاسة وكل متعلقات الضحايا وبعد نشر الغواص الأصوات المرعبة من داخل العبارة نقدر نقول إن مفيش سبب علمي للظاهرة الغريبة دي بس بعض الجماهير بيأكد إنها أصوات أرواح الركاب اللي غرقوا والبعد التاني هجموا الغواص واتهموا بالبحث عن الترند بالدعاية السلبية اللي ممكن تأثر على السياحة في المنطقة